الآن راح نكلمكم في سنابات الجاية عن الـ Guide Dogs أو الكلاب المرشدة المكوفين وقديش هي مهمة خليكم معانا خلنا نشوف الحين نجرب نعطيها أمر Dolly sit down Dolly sit Good Girl Perfect Go forward Dolly forward Good Good girl Feel that? Yeah Feel the pull? Sure I'm Kim Charlson President of the American Council of the Blind and this is Dolly my guide dog and she travels with me here Dolly helps me to get around independently and she is incredibly important and valuable to my independence and the laws in the United States Kim Charlson تتكلمنا باختصار عن الـ Guide Dog أو الكلب المرشد كداش موهم بالنسبة لها وتسافر معاها بكلمك اسمع كارك كارك جيد كارك كارك جيد كارك جيد بمجر من المرشد الفايدة من الكلاب انها تعمل زي الحماية قدام الكافيف تمشيه بالمكان اللي هو بيه وبنفس الوقت تحميه من كل الأخطار اللي قدامه هذا الكلاس خاص بالأشياء الفيزيارية والتعليم الرياضي للمكهوفين خلونا نتعرف عليه هذه خاصة بتدريب عضلات المكهوفين ضعاف البصر خلنا نجربها ونشوف يا ما عمقين لياقة لياقة مك موجود على هذا الجدار رموز لبعض حركات اليوغا عشان المكهوفين يتلمسونها ويطبقونها وهذه بعض الألعاب الثانية اللي تدرب المكهوفين والأطفال والبالغين عضلاتهم وأمهاراتهم عموماً الجسدية من الأشياء الجميلة اللي حبيتها في بيركنز أنهم حاطين علامة ملموسة قدام كل قاعة عشان الكفيف مايتو عندكم هذه العلامة خاصة بكلاس الموسيقى لما ألمسها أعرف أن هنا فصل الموسيقى اللي جنبها فأفتح الباب أما هذه الدائرة فترمز للكلاس لما يلمسها الكفيف يعرف أن الباب اللي جنبها هو كلاس هذه العلامة لما يتحسسها يعرف أن اللي جنبها كلاس للفنية أما هذا الرمز الوفل بول أو عشاك النصف كورة فيرمز للجنب هذا رمز دورة المياه الله يعزكم يكرمكم بلكات صغيرة يعرف الكفيف أن هالي دورة مياه هذا الرمز يدل على أن اللي بعده درج ما بيودي للدرج العلامة هذه أزرار البيانو تعني أن اللي جنبها غرفة البيانو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر